مرحبا بكم موضوعنا اليوم الوضعية التواصلية الوحدة التانية الأسبوع الرابعة مجال الحياة التعاونية الوضعية التواصلية الرابعة عنوان الوضعية أصف عملا تعاونيا شاركت فيه لنستمع ونتواصل إذن بعد استمتاع التلاميذ بالنص الشعري ودرسته دراسة مفصلة طلب منهم الأستاذ أن يعبروا عما جاء فيه برسوم ولوحات فنية يزينون بها صورة مدرستهم وعندئذ قال النزار لسارة سارة غدا سننجز جدارية نزين بها صورة ملعبنا الجديد هل تشاركين معنا في هذا النشاط الفني؟ جدارية؟ ماذا تعني بذلك؟ الجدارية لوحة فنية تنجز على الجدران يساهم في إنجازها رصامون محترفون وهوات وماذا نحتاج لإنجاز هذه الرسوم؟ فرشات وعلب صباغة بألوان مختلفة إذا أدن لي والدي سأرافقك غدا إن شاء الله إذن بعد تسمعي الحوار نمر لطرح بعد أسئلة الفهم إذن بين من يدور الحوار؟ يدور الحوار بين نزار وصارة ماذا أدى الأطفال أن ينجزوا؟ أراد الأطفال أن ينجزوا جدارية يزينون بها صورة ملعبهم الجديد ماذا نعني بالجدارية؟ الجدارية هي لوحة فنية تنجز على الجدران وماذا يحتاج الأطفال لإنجاز هذه الرسوم؟ يحتاجون فرشة وعلب صباغة وألوان مختلفة هل وافقت سارة على مشاركة نزار وأصدقائه رسمة الجدارية؟ سارة ربطت مشاركتها مع نزار وأصدقائه بموافقة أبيها على ذلك إذن بعد طرح أسئلة الفهم نمر إلى شرح الكلمات الصعبة إذن ماذا نعني بجدارية؟ إذن جدارية وهي لوحة فنية تنجز على الجدران وماذا نعني بأذنى؟ إذا أذنى لوالدي أذنى يعني قبل طلبي إذا أذنى لأستادي سأذهب إلى المرحاد إذا قبل أستادي سأذهب إلى المرحاد إذن هذه بعض الكلمات الصعبة في الحوار أما باقي الكلمات فهي سهلة إذن بعد تسميع الحوار للمرة الأولى وشرح المفردات الصعبة وطرح بعد أسئلة الفهم لاختبار فهم المتعلمين للحوار نعيد تسميع الحوار مرة أخرى وبعد ذلك يقوم المتعلمون المتعلمات بتشخيص الحوار وذلك بترضيض دور كل من سارة ونزار وترضيض الحوار الذي دار بينهما الذي دار بين سارة ونزار في الحصة الأولى الحصة الأولى يقوم المتعلمون بإنجاز حوارات من إنتاجاتهم الخاصة منهجية تسيير درس الوضعية التواصلية إذن درس الوضعية التواصلية يقدم في حصتين خلال كل أسبوع ويقدم في الحصة الرابعة والخامسة من حصة الاستماع والتحدث فكما نعلم الاستماع والتحدث يتكون من مكونين هما مكون الحكاية ومكون الوضعية التواصلية الحصة الثالثة الأولى من كل أسبوع تقدم فيها حصة الحكاية والحصة الرابعة والخامسة يقدم درس الوضعية التواصلية مدة كل حصة من حصة الوضعية التواصلية وهو 30 دقيقة إذن الحصة الأولى من الوضعية التواصلية وهي الحصة الرابعة من استماع وتحدث وهي حصة الملاحظة والتسميع وتقدم عبر المراحل التالية المرحلة الأولى وهي مرحلة التهيئة ثم تهيئة المتعلمين للدرس ثم الملاحظة ملاحظة الصور ثم التسميع تسميع النص من طرف الأستاذ ثم التقويم والدعم طرح أسئلة للفهم لتقويم ودعم مدى استيعاب التلاميذ لتسميع الحوار من طرف الأستاذ وفي آخر الحصة النشاط المنزلي يكلف الأستاذ التلاميذ بنشاط منزلي إذن هذه هي الحصة الأولى الحصة الثانية ومدتها كذلك 30 دقيقة وهي الحصة الخامسة من حصة الاستماع والتحدث وتسمى بحصة التشخيص والمحاكات المرحل المرحلة الأولى وهي التهيئة تمهيد تقوم تشخيصه لما روجه في الحصة الأولى ثم التشخيص يقوم المتعلمون بتشخيص الحكاية ثم المحاكات يقوم المتعلمون والمتعلمات بتشخيص عفواً المرحلة الثانية هي مرحلة تشخيص الحوار تشخيص الوضعية التواصلية المرحلة الثالثة هي المحاكات حيث يقوم المتعلمون والمتعلمات بمحاكاة الحوار وذلك بإنجاز وتقديم إنتاجات أخرى من طرفهم ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقويم والدعم إذن هذه هي مراحل الحصة الثانية من الوضعية التواصلية وهي حصة التشخيص والمحاكاة التهيئة التشخيص المحاكاة ثم التقويم والدعم بالنسبة للحصة الأولى حصة الملاحظة وتسمع التهيئة الملاحظة وتسمع تقويم الدعم عن نشاط المنزلين شكرا لكم وإلى اللقاء إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة